ربما أدرك شركاء العملية السياسية أنهم وصلوا إلى نهاية مسيرتهم فلم يعودوا يستطيعون احتواء أي قضية خلافية فيما بينهم تصاعد الأحداث وتسارعها بعد انتخابات عام 2021 يؤكد ذلك الإطار التنسيقي والتيار الصدري وصل إلى مرحلة عدم الثقة وصارا يبحثان عن مخرج يؤجل الصدام المنتظر أو يجنبهم الصراع الدموي ووصلوا إلى مرحلة التخبط والعجز عن تشخيص الأزمة القائمة وعلاج أسبابها رغم الرعاية الإيرانية وكمن يخدع نفسه يرى الصدر أن المخرج يكمن في إجراء انتخابات جديدة وكأنما الأزمة منبثقة من نتائج الانتخابات السابقة لكن المعطيات تثبت خلاف ذلك فلو أعيدت الانتخابات ماذا ستفرز؟ إما التيار الصدري يفوز كما في الانتخابات السابقة أو الإطار التنسيقي وعند ذلك يعود الصراع مرة أخرى على شكل الحكومة الدعوة لانتخابات جديدة مجرد حبوب مسكنة لهذا المرض العضال الذي أصاب جسم المنظومة الحاكمة وأغرب من الدعوة إلى انتخابات جديدة تشدق الطرفين بالحديث عن احترام الدستور وضرورة التقييد به رغم أن هذا الدستور لم يستطع حل أزمات البلاد فضلا عن أنه لم يحل الأزمات المشتعلة بين الأحزاب والكتل أهم من هذا الصراع والبحث عن حلوله هي الكارثة الحقيقية التي يمر بها العراق منذ عشرين عاما بدلا من البحث عن حلول لأزمة صراع سياسي بين أطراف وجودها أساسا في العملية السياسية هو السبب ما يمر به العراق ولذلك الحراك الشعبي التشريني أدرك أن الحل يبدأ بإسقاط المنظومة الحاكمة بجميع رموزها وأحزابها